شروط حدوث العدوى لكي تحدث العدوى أو انتقال المسبب إلى جسم الإنسان لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة مصادر العدوى هي التي تحتوي على الميكروب المسبب للعدوى كما ذكرنا مثل الفيروسات مثل البكتيريا مثل الفطريات ويجب أن يكون لها القدرة الكافية لإحداث المرض لأن وجود الميكروب لابد له من شروط أخرى حتى يكون بإحداث المرض مثل قدرته على إحداث المرض مثل عدد الميكروبات الموجودة أما الطرق الانتقال فهي مناسبة بين المصدر والمضيف الجديد كيف ينتقل هذا الميكروب من المصدر إلى المضيف من الشخص المريض إلى الشخص السليم أيضا الشرط الثالث هو شخص سليم لديه الاستعداد لاستقبال الميكروب والقابلية للعدوى ولا تتوافر لديه المناعة الكافية ضد مسببات العدوى بمعنى أن كل الظروف مناسبة لحدوث المرض أو لديه الاستعداد لاستقبال الميكروب مصادر العدوى ما هو مصدر العدوى؟ بالتأكيد إذا تم سؤال ما هو مصادر العدوى سوف يكون الرد المصاب ولكن ليس فقط المصاب وإنما هناك حامل الميكروبات أو مسببات المرض ممكن أن يكون هناك حامل للميكروب ولكن لا تظهر عليه أعراض المرض فهو حامل للميكروب ولكن بدون أن يتقدم لطلب علاج وذلك لأنه لا يعاني من أعراض لهذا المرض أيضا من ضمن مصادر العدوى البيئة الملوسة المحيطة بالإنسان فهذه من ضمن مصادر العدوى فمصادر العدوى يمكن أن تكون المصاب حامل الميكروب البيئة الملوسة المحيطة بالإنسان الآن ننتقل إلى طرق نقل العدوى أولا يتم نقل العدوى عن طريق الاتصال المباشر Direct Contact ثانيا الاتصال غير المباشر Indirect Contact فالاتصال غير المباشر يكون إما عن طريق وسيط حي أو وسيط غير حي هنا يجب أن نعرف أن طرق نقل العدوى هي الطريقة التي يخرب بها المسبب النوعي للعدوى من المصدر إلى مدخله في العائل الجديد وهو ما سمناه قبل المستضيف هذه الطرق إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة مباشرة مثل لمس الميكروب أو أن يدخل عن طريق الفم أو أن يدخل عن طريق الدم هذه طريقة مباشرة لدخول الميكروب من المصدر إلى العائل الجديد أما الاتصال غير المباشر هذا يكون إما عن طريق وسيط حي مثل بعودة الأنفلس والتي تنقل الملاريا أو يكون الوسيط غير حي مثل الطعام والشراب هذا وسيط غير حي بالنسبة لطرق نقل العدوى ترجمة نانسي قنقر